بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين بعد الانتهاء من شرح درس القاسم المشترك الأكبر نبدأ في حل التمارين على بركة الله طبعا قلت لكم أننا سوف نحل جميع التمارين إن شاء الله لكن رأيت أن هذا غير ضروري لماذا غير ضروري لأن الفيديو سوف يكون طويل جدا جدا وتوجد بعض التمارين سهلة جدا وبسيطة لا داعي إلى أن نطيل الوقت فيها فقط سوف أركز على التمارين التي تحتاجونها وإذا نسيت بعض التمارين يمكنكم تذكيري كما قلت لكم رابط صفحتي على الفيسبوك دائما تجدونه أسفل الفيديو يمكنكم إذا نسيت بعض التمارين يمكنكم تذكيري وطالب التمارين عن طريق صفحتي على الفيسبوك طبعا قبل أن أبدأ في شرح التمارين لديه ثلث ملاحظات فقط الملاحظة الأولى هو أنه الملاحظة الأولى لا تخدع نفسك ماذا أعني بكلمة لا تخدع نفسك معناها إذا كنت أنت تلميذ لم تحاول في هذه التمارين لم تجتهد لم تقوم بحل التمارين فلا توجد أي فائدة من رؤية هذا الفيديو هذه النصيحة الأولى النصيحة الثانية لا تقوم بحل جميع التمارين لماذا توجد التمارين صعبة جدا أنت الآن تريد أن تبني مستواك في الرياضية تريد أن يتحسن مستواك في الرياضية ولذلك عليك أن تحسن مستواك تدريجيا يعني تذهب إلى الدروس تفهم الشرح جيدا ثم تبدأ بحل التمارين البسيطة وعندما يتحسن مستواك تذهب إلى التمارين الصعبة هذه ثانية ملاحظة ثالث ملاحظة أقول لكم لا تقلقوا ولا تخافوا سوف أستمر معكم إن شاء الله خلال العام الدراسي سوف نحل الكثير من التمارين بإذن الله قبل الفروض أو الاختبارات سوف أضع لكم نماذج في صفحتي في الفيسبوك تحاولون ثم نتناقش مع بعضنا البعض لذلك لا تخافوا سوف أكون معكم دائما بإذن الله والآن نبدأ في حل التمارين القاسم المشترك الأكبر طبعا من كل جزء اخترت لكم تمارين ماذا يعني هذا؟ مثلا نبدأ هنا في هذا الجزء قواسم عدد طبيعي اخترت لكم بعض التمارين ثم نذهب إلى هذا الجزء القاسم المشترك الأكبر اختار لكم بعض التمارين وكما قلت لكم يمكنكم مرسلتي عن طريق صفحتي على الفيسبوك وتختارونا بأنفسكم ثم نذهب إلى هذا الجزء الكسور غير قابل الاختزال ونختار بعض التمارين الآن نبدأ في هذا الجزء قواسم عدد طبيعي اخترت لكم أن نبدأ بالتمارين رقم 7 ماذا يقول؟ قلنا باقي التمارين رأيت أنها تمارين بسيطة لذلك لا داعي التمارين رقم 7 ماذا يقول؟ يقول خزان ما شكله متوازي مستطيلات ارتفاعه 1 متر وحجمه 30 متر مكعب جد في كل حالات الممكنة لبعدي قاعدة هذا الخزان مع العلم أنه معددان طبيعي نبدأ الآن متوازي المستطيلات يجب أن تعلم أن قاعدة متوازي المستطيلات شكلها مستطيل معناها القاعدة يكون مستطيل أنا قلت مثلا طوله A وعرضه B لا يهم الأسماء تستطيع أن تقول طوله X عرضه Y لا يهم المهم ماذا يسوي حجم متوازي المستطيلات؟ تسوي طول القاعدة في عرضها في الارتفاع هذا الحجم الآن نعود الطول طول القاعدة ليس لدي طلب مني أن أجده العرض أيضا طلب مني أن أجده الارتفاع لدي 1 نعود مدام الارتفاع الآن A في B في 1 يساوي A في B لأننا إذا ضربنا في 1 لا يتغير شيء معناها الحجم في هذه الحالة يساوي A في B ويساوي 30 لأنه أخبرني في التمرين أن حجم هذا الخزان 30 متر مكعب الآن بسيطة ما هي الأعداد التي إذا ضربتها في بعضها أجد 30 بسيطة أبدأ بالعرض لأن العرض يكون أصغر من الطول إذا كان العرض يساوي 1 ما هو العدد الذي إذا ضربته في 1 أجد 30؟ هو 30 1 في 30 يساوي 30 الحجم يساوي 30 إذا كان العرض 2 يكون الطول 15 لأن 2 في 15 يساوي 30 إذا كان العرض 3 يكون الطول 10 لأن 3 في 10 يساوي 30 إذا كان العرض 5 يكون الطول يساوي 6 لأن 5 في 6 يساوي 30 لماذا توقفت هنا ولم أكمل لأن العرض يجب أن يكون أصغر من الطول إذا أكملت يصبح العرض أكبر من الطول وهذا غير ممكن معناه هذه هي الاحتمالات العرض ممكن أن يكون 1 2 3 5 والطول ممكن أن يكون 3 15 16 هذه هي الاحتمالات لبعدي القاعدة مع العلم أنهما أعداد طبيعية يعني لا أستطيع أن أستعمل أعداد عشرية الآن هذا التمرين 7 بسيط بعد التمرين 7 ذهبت إلى التمرين رقم 9 ماذا يقول التمرين رقم 9 انظروا ماذا يقول التمرين رقم 9 يقول التمرين رقم 9 ما هي قيم العدد الطبيعية التي من أجلها يكون 24 على أ زائد 7 عددا طبيعيا طبعا هذا لمن تابعني في الدروس الماضية قمنا بشرح هذه الأمور كيف قلنا في الدروس الماضية قلنا أن المقام يكون قاسم للبسط إذا كان البسط من مضاعفات المقام معناه هذا الأربعة وعشرون هو مضاعف لأ زائد 7 من مضاعفاته حتى يكون عدد الطبيعي طبعا الآن ما هي قواسم 24 مضاعف لأ زائد 7 معناها أ زائد 7 قاسم لأربعة وعشرون ما هي قواسم الأربعة وعشرون هي 1 2 3 4 6 8 12 24 يجب أن يكون أ زائد 7 هذا من قواسم الأربعة والعشرون إذا لم يكن من قواسم الأربعة والعشرون عندما نقسم لن تكون النتيجة عدد طبيعي فهمنا هذا سابقا الآن أ زائد 7 يجب أن يكون يساوي 1 غير ممكن لماذا غير ممكن؟ 7 أضيف لها عدد أجد عدد طبيعي بشرط طبيعي لا يكون سالب طبيعي أضيف لها حتى أجد الواحد مستحيل 7 أضيف لها عدد طبيعي ساوي 1 إذن الواحد لا أستطيع أن أعمله بالواحد 2 نفس الشيء 3 نفس الشيء 4 نفس الشيء 5 نفس الشيء 6 عفوا نفس الشيء الآن نبدأ العمل من 8 هنا عندما وصلت إلى هنا يوجد عدد أستطيع أن أضيف له 7 فأتحصل على 8 ما هو العدد؟ هو العدد 1 معناها الحالة الأولى A يجب أن يساوي 1 لأن 1 زائد 7 يساوي 8 و8 من قواسم 24 الآن الحالة الثانية A زائد 7 يساوي 12 حتى يكون A زائد 7 يساوي 12 A يساوي 5 لماذا 5 زائد 7 يساوي 12 و12 من قواسم 24 الحالة الثالثة A زائد 7 يجب أن يساوي 24 إذن A يساوي 17 لأن 17 زائد 7 يساوي 24 هذا هو الحل بكل بساطة الآن بعد التمرين 9 اخترت لكم التمرين 15 الصفحة نفس الصفحة هي صفحة 14 ماذا يقول هذا التمرين؟ نلاحظ ماذا يقول التمرين 15؟ يقول أن عدد طبيعي كيفي ودي قاسم مشترك للعددين A و B حيث A يساوي أن زائد 19 وB يساوي أن زائد 1 أحسب A ناقص B استعمل خواص قواعد الأعدد الطبيعية لتبين أن دي من قواسم 18 عين كل الأعدد الطبيعية التي يمكن أن تكون قواسم مشتركة للعددين بالعددين A و B تمرين بسيط هو يبدو غير بسيط يبدو تمرين معقد لكنه تمرين بسيط ركزوا معي فقط انظر هنا الآن A يساوي أن زائد 1 وB يساوي أن زائد 19 وB يساوي أن زائد 1 قال لي أحسب A ناقص B A ناقص B A هي أن زائد 19 ناقص B هي أن زائد 1 لماذا وضعت الأقواص؟ لأننا درسنا أنه عندما تكون إشارة سالبة أمام الأقواص نغير الإشارة نغير الإشارة هذه كانت أن كانت موجبة أصبحت سالبة وزائد 1 كان عدد موجب أصبح عدد سالب ماذا يصبح لدينا؟ أن ناقص أن يساوي 0 و 19 ناقص 1 يساوي 18 إذن A ناقص B يساوي 18 ثم قال لك هل D هذا D هو قاسم لأ وقاسم لب هل هو قاسم لـ 18؟ نعم قاسم لـ 18 لماذا؟ لأن الخواص إذا كنتم تذكرون الخواص ماذا تقول؟ تقول إذا كان لدي عدد قاسم لـ A وقاسم لـ B فهو قاسم لـ A ناقص B وقاسم لـ A زائد B مثال بسيط حتى تفهموا مثلا 2 قاسم لـ 14 وهو أيضا قاسم لـ 8 إذن سوف يكون قاسم لـ 14 ناقص 8 وهي 6 تلاحظون أن 2 قاسم لـ 6 قاسم لـ 14 وقاسم لـ 8 فهو قاسم للفرق بينهما ليس الفرق فقط أيضا المجموع لو جمعت 14 زائد 8 أجد النتيجة يسوي 22 2 سوف يكون قاسم لـ 22 هذه قاعدة إذا كان A قاسم لـ B وـ C فهو قاسم لـ B ناقص C ولـ B زائد S الآن D قاسم لـ A وقاسم لـ B كيف تحصلت على 18 بـ A ناقص B بما أن D قاسم لـ A وقاسم لـ B فهو قاسم لـ A ناقص B وقاسم لـ A زائد B هذه أظن بسيطة من الخواص الآن قال لي ما هي القواسم الممكنة ما هي القواسم التي يمكن أن تكون مشتركة بين A و B كيف أجدها؟ أجدها من قواسم العدد 18 لماذا؟ ركزوا معي قلنا هنا ماذا قلنا؟ قلنا أن D قاسم لـ A وقاسم لـ B فهو قاسم لـ A ناقص B قاسم لـ 18 D قاسم لـ 18 لا نعلم ما هو D المهم أنه قاسم لـ 18 الآن قواسم 18 ما هي؟ واحد قلنا D قاسم لـ 18 لا نعلم ما هو لكنه قاسم لـ 18 إذن D يمكن أن يكون واحد يساوي واحد يمكن أن يكون يساوي اثنان يمكن أن يكون يساوي اثنان يمكن أن يساوي 6 ويمكن أن يساوي 9 لماذا؟ لأن D من قواسم 18 وهذه الأعداد من قواسم 18 معناها يمكن أن يكون هنا وبما أن D يمكن أن يكون 1 ويمكن أن يكون 2 ويمكن أن يكون 3 أو 6 أو 9 ماذا قلنا سابقا؟ قلنا D قبل أن يكون قاسم لأ نقص ب فهو قاسم لأ وبي إذن هذه الأعداد التي ممكن أن تكون D وهي قواسم 18 هي في الأصل قاسم لكل من أ وبي لأننا كما قلنا سابقا هذا D قبل أن يقسم العدد 18 قبل أن يقسم أ نقص بي فهو قسم كل من أ وبي D ممكن أن يكون 1 إذن 1 قاسم لأ وبي لأن D قاسم أ وبي D ممكن أن يكون 2 إذن D قاسم لأ وبي إذن 2 قاسم لأ وبي D ممكن أن يكون 3 إذن D قاسم لأ وبي D ممكن أن يكون يساوي 6 إذن 6 قاسم لأ وبي إذن الأعداد التي من الممكن أن تكون قواسم لكل من العددين أ وبي هي الأعداد 1, 2, 3, 6, 9 للسبب الذي ذكرته لكم الآن التمرين 16 هو نفس الفكرة أعطاني عدد A N زائد 32 وعدد B N زائد 2 ماذا قال لي؟ قال لي جيد الأعداد الطبيعية التي من الممكن أن تكون قواسم مشتركة لA وB ماذا قلنا؟ قلنا إذا كان عدد يقسم A وB فهو يقسم A ناقص B ويقسم A زائد B ماذا فعلتنا؟ حسب A ناقص B A ناقص B ماذا يساوي؟ N زائد 32 ناقص N زائد 2 شرحت لكم هنا كيف نغير الإشارة تصبح N ناقص N يساوي 0 و32 ناقص 2 يساوي 3 الآن هذا العدد هذه الأعداد التي نبحث عنها هي تقسم A وB مدام تقسم A وB فهي تقسم A ناقص B A ناقص B ماذا يساوي؟ يساوي 30 ما هي قواسم 30؟ 1-2-3-5-6-10-15-30 بما أن هذه الأعداد هي قواسم A ناقص B ماذا قلنا سابقا؟ قلنا أنها قبل أن تكون من قواسم A ناقص B الذي يساوي 30 قبل أن يكون قاسم لأ ناقص B كما كان قاسما لأ وB لأن القاعدة تقول إذا كان يقسم A وB فهو يقسم A ناقص B لا يستطيع أن يقسم A ناقص B حتى يقسم A وB بما أن هذه الأعداد قامت بقسمة A ناقص B الذي يساوي 30 فهي أكيد هي قواسم لكل من A وB إذن نفس الأعداد نفس الأعداد التي تكون قواسم لأ ناقص B تكون قواسم لأ وB وأيضا نفس القواسم التي تقسم A زائد B هي نفسها قواسم لأ وB الآن تقول يا أستاذ فاهمنا لكن هناك مشكلة لماذا دائما نستعمل A ناقص B لماذا لم تستعمل A زائد B انظروا لماذا لم أستعمل A زائد B القاعدة ماذا تقول تقول إذا كان قاسم لأ وB فهو قاسم لأ ناقص B ولأ زائد B معناها أستطيع أن أستعمل A ناقص B أو أستعمل آ زائد B لكن عندما تجرب تحسب A ناقص B تجد النتجة عدد الطبيعي أستطيع بما أن النتجة عدد الطبيعي أستطيع أن أجد قواسم هذا العدد الطبيعي. لكن هنا إذا حسبنا A زائد B انظروا ماذا وجدت النتيجة. وجدت النتيجة هي 2N زائد 34 هل تستطيع إيجاد قواسم عدد مشهول؟ بالطبع لا أستطيع. إذن كيف أستطيع إيجاد قواسم هذا العدد؟ لا أستطيع وبما أنني لا أستطيع إيجاد قواسم A زائد B فلا أستطيع إيجاد قواسم A ناقص B عفوا A و B لذلك أنا جربت حسب وجدت عدد طبيعي وجدت عدد مجهول هو أيضا عدد طبيعي لكنه عدد مجهول أنا أختار المعلوم لماذا أختار المعلوم؟ العدد المعلوم أستطيع أن أجد قواسمه لكن عدد المجهول لا أستطيع أن أجد قواسمه لا أطيل أكثر من هكذا بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته